بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الـ MBA اليوم نتكلم عن موضوع جد آخر من موضوعات تصميم النظام الإنتاجي وهو موضوع التخطيط طويل لأجل للطاقة الإنتاجية هنتكلم في هذا الموضوع عن عدة نقاط هنتكلم عن ما هو مفهوم الطاقة وإيه هو مفهوم الطاقة الاحتياطية وإزاي نحدد الطاقة اللازمة وبعدين هنتكلم عن النقطة الرابعة اللي هو الحجم الأمثل للمشروع أو الحجم الأمثل للمنظمة أو الحجم الأمثل للطاقة وبعدين هنتكلم عن نمرة خمسة توقيت التوسعات لزيادة الطاقة وبعدين نمرة ستة نتكلم عن مفهوم المصنع المركز وأخيراً هنحسب عدد الآلات اللازمة للطاقة تعالوا نتكلم عن أول نقطة أول نقطة اللي هي مفهوم الطاقة ماذا تعني كلمة الطاقة إحنا لما نقول الطاقة كل واحد يعني قد يقول للكلمة أكثر من مفهوم الطاقة البعض يعتقد أن الطاقة هي المقصود بها القوى المحركة وده بيهتم بيه الناس اللي هم بتوع المورد الاقتصادية ولذلك نتكلم نسمعهم بيتكلم عن الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة زي الكهرباء زي الشمس زي المفاعلات النووية إلى آخر ما هوش ده اللي احنا نقصده بالطاقة احنا نقصد بالطاقة مفهوم آخر عندنا في الانتاج الطاقة في الانتاج واحد يقول لك الموضوع ده فوق طاقتي يعني ايه الموضوع فوق طاقتي الطاقتي يعني فوق قدرتي على التحمل فهنا الطاقة عندنا في الانتاج تعني القدرة الطاقة الانتاجية يعني القدرة الانتاجية او تعني السعة ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ان الله لا يكلف نفسا فوق طاقتي فالطاقة حد الاقصى طاقة هي القدرة والطاقة الإنتاجية هي القدرة الإنتاجية وهي الحد الأقصى لما يمكن أن تنتجه المنشأة يعني لما نقول العربية دي خمس راكب يبقى ما تشلش أكثر من خمس راكب أطاقتها خمس راكب لما نقول الفصل الدراسي دي ساعة 30 تلميذ يبقى أطاقته 30 تلميذ ما ينفعش نضط في الفصل دي أكثر من 30 تلميذ فالطاقة هي الحد الأقصى الحد الأقصى لما يمكن إنتاجه أو لما يمكن استيعابه لما يمكن تعمله على حسب السياق اللي بيجي فيه الكلام وإحنا في الإنتاج لما نعبر عن الطاقة طريقة التعبير عن الطاقة بتختلف إذا كانت المنشأة بتنتج سلعة أو بتنتج خدمة يعني إيه نقصد بطريقة التعبير عن الطاقة يعني أنا قلت مثلا العربية ساعتها خلي بالك من الكلام العربية ساعتها خمس راكب أو طاقتها خمس راكب الفصل طاقته 30 تلميذ لاحظ بعد الرقم بنحط حاجة راكب تلميذ فهنا أحط إيه بعد الرقم أحط إيه بعد الرقم بعد العدد هو ده اللي نقصده بطريقة التعبير الطاقة قالوا والله إذا بيختلف إذا كانت المنشأة بتنتج سلعة أو بتنتج خدمة في المنشآت اللي بتنتج سلعة متجنسة لسوق كبيرة يعني أو بتنتج سلعة واحدة فبيعبر عن الطاقة بعدد الوحدات المنتجة في وحدة زمن أو بعدد الوحدات المعاملة أو بتنتج سلعة واحدة يعبر عن الإنتاج بعدد وحدة لا بتنتج أكثر من حاجة فنجمع المنتجات ونعبر عنها برقم واحد بتنتج سلعة واحدة يعني مثلا زي عندنا هنا في مصر المصانع اللي بتنتج السكر السكر الخام في الصعيد المصنع بيجيله الأصعب بيطلع سكر خام فيقولوا والله تقطي إن أنا أنتج مثلا مليون طن سكر في السنة سكر مليون طن سكر لكن إذا كانت المنشأة بتنتج عدة منتجات والمنتجات دي متجنسة فلكن متنوعة يعني زي مصانع المياه الغازية بتنتج كولة بتنتج برطان بتنتج لامون فهنا لما نيجي نعبر عن الإنتاج ما بنحددش النوعية ما بنقولش لامون ما بنقولش كولة أو سكر لكن قولوا والله إحنا بننتج عشرة مليون لتر مياه غازية مياه غازية لكن ما حددتش النوعية فإذا كانت بتنتج منتج واحد بنعبر عنها بهذا المنتج بتنتج عدة منتجات متجانسة ولسوق كبيرة فمنشوف وحدة وحدة وقياس معبر عنهم جميعا وننسب إليها ونعبر عنها زي ما ضربنا مثال بالمياه الغازية لكن إذا كان هناك تنوع كبير في الإنتاج يعني زي مثلا مصانع الموبيلية مصانع الموبيلية بتنتج حجرة نوم بتنتج حجرة صفرة بتنتج مطابق ودي حاجات غير متجانسة فبالتالي في هذه الحالة بنعبر عن الإنتاج بقيمة المبيعات تقولوا والله أنا حامل شغل مثلا بمليون جنيه أو المصنع أو الورشة دي تقدر تعمل شغل بمليون جنيه فهنا عبرنا عنها بقيمة المبيعات أما إذا كانت المنشابة تقدم خدمة فتقاس الطاقة بعدد وحدات المدخلات عدد وحدات من المدخلات والمدخلات دي ممكن تكون ساعة تعمل بشري أو آلي إلى آخر يعني نشوف مثلا هذه طرق قياس الطاقة في منظمات مختلفة هذه أساس القياس يعني بإيسو الزاي وآدي المنظمة وهذه طريقة القياس تعالي نشوف منظمات بتنتج المخرجات بتاعتها سلعة مخرجات بتاعتها سلعة زي مصنع سيارات لما يجي يعبر عن الطاقة بتاعته يقول عدد السيارات أنا أقدر أنتج عشر سيارات في اليوم مثلا مصنع معلبات غزائية يقول والله أنا أقدر أنتج مثلا عشرين طن سلعة غزائية في اليوم مصنع حديد يقول والله أقدر أنتج كزا طن حديد في اليوم شركة كهرباء تقول والله إحنا راقتنا مثلا ميجاوات كهرباء في السنة ذي إذا كانت المخرجات سلعا ملموسة أما إذا كانت خدمات زي مثلا المستشفى فتقاس الطاقة فيها بعدد الأسرة مستشفى دي طاقتها متسرير أما إذا كانت ورشة إصلاح سيارات فتقاس طاقتها بعدد ساعات العمل اليومي إحنا بنشتغل 20 ساعة في اليوم طبعا هنا 20 ساعة في اليوم مش يعني معناها مثلا من 8 لغاية 12 بالليل إنما هي عدد العمال في عدد الساعات العمل اليومي الديني إجمالي ساعات عمل الورشة شركة طيران بتقاس الطاقة بعدد المقاعد في الرحلة مسرح يقاس الطاقة بعدد المقاعد في الحفلة سوبر ماركت تقاس طاقته بعدد الأمتار المربعة اللي بنعرض فيها السلع ده إزاي نقيس الطاقة لكن الطاقة بنجد هنا لو إذا كنا بنحسب الطاقة بنقول في اليوم في الشهر في السنة طيب لو الطاقة لما نقول طاقتي مثلا 20 وحدة في اليوم اليوم ده تقصد باليوم لـ 24 ساعة ولا تقصد باليوم 8 ساعات ولا تقصد باليوم 7 ساعات ولا تقصد باليوم ايه قال والله لما بنحسب الطاقة بنحسب الطاقة اه على أساس عدد ساعات التشغيل العادية ايه العادي أنت بتشغل قد ايه يعني بتشغل وردية يبقى الطاقة تحسب على أساس 7 ساعات تشغل وردتين يبقى على أساس 14 ساعة شغل 3 أرضيات يبقى على أساس 21 ساعة طب ما نادر أشغل أوفر تايم لا يدخل في حساب الطاقة التشغيل الإضافي أو لو خدت الشغل شغلته عند حد تاني أفوا ما نزودت طاقتي قال لا التعاقد من الباطن لا يدخل في حساب الطاقة لما نيجي نقيص الطاقة بتحصل شوية أخطاء عند الناس أو تحصل قطئين الخطأ الأول أن الناس دايما لما تتكلم عن الطاقة تقول والله أنا أقدر أنتج مية مية إيه ما ينفعش مية كده لازم المية دي زي ما احنا قلنا يتحط وراها زمن مية وحدة في اليوم مية وحدة في الأسبوع مية وحدة في الشغل لو أنا ذكرتها عدد وراها تميز بالوحدة المنتج من غير ما نحط الزمن ما يبقاش ده قياس طاقة إنما ده يبقى إمكانات أو تسهلات فالطاقة ممكن لعدد الوحدات المنتجة من المصنع في اليوم في الأسبوع في الشهر في السنة عدد المقاعد مثلا في مقهى في اليوم في الماء وهاكذا ده الخطأ الخطأ الثاني إنه الناس ما بتفرقش بين حجم الإنتاج والطاقة الطاقة هي الحد اللي نقدر ننتجه حجم الإنتاج هو الإنتاج الفعلي فلو مصنع يقدر ينتج ألف تبقى طاقته ألف لكن أنتج تمنمية يبقى التمنمية دهي حجم الإنتاج ففي فرق بين حجم الإنتاج اللي هو الناتج الفعلي والطاقة اللي اللي أقصى لما يمكن إنتاجه طيب في مفهوم تاني اسمه الطاقة الاحتياطية إيه الطاقة الاحتياطية؟ إحنا قلنا للوقت إحنا قلنا للوقت إ 협 stunt هي الحد الأقصى لما يمكن إنتاجه ودها بدأ نسميه الطاقة القصة لكن قلنا إن أنا ممكن testamentتع طاقة ألف لكن بنتك تمنميةा بس الطاقة مقط التمنمية بس دول اسمهم الإنتاج الفعلي والإنتاج الفعلي والإنتاج الفعلي ممكن يكون أقل من الطاقة ممكن يكون من المساوي للطاقة يعني ممكن يكون الإنتاج الفعلي الم Holocaust والطاقة ألف أممكن يكون MAR- pu ألف الانتاج الفعلي 1000 والطاقة 1000 هو مساوي لها لكن ما ينفعش يكون 1000 ونوضع انتاجنا 1200 لان هنا داخل فيها التشغيل الاضافة والتشغيل الاضافة اللي هيدخل فيه الحساب والانتاج الفعلي ده الانتاج الفعلي هنسميه الطاقة المستغلة يبقى فيه عندي دلوقتي 3 مفاهيم فيه الطاقة القصوى الحد الأقصى لما يمكن انتاجه فيه الانتاج الفعلي اللي هي عدد الوحدات المنتجة فعلا فيه الطاقة المستغلة اللي هي بتساوي الانتاج الفعلي يعني الطاقة المستغلة بتساوي الانتاج الفعلي لو جينا اسمنا الانتاج الفعلي على الطاقة القصوى لو جينا اسمنا الانتاج الفعلي على الطاقة القصوى او الطاقة المستغلة على الطاقة القصوى اللي بيطلع ده اسمه نسبة الطاقة المستغلة فنسبة الطاقة المستغلة هي الانتاج الفعلي على الطاقة القصوى فضروف في 100 عشان يطلق يبقى زي ما قلت فيه تلات مفاهيم فيه الطاقة القصوى فيه الانتاج فيه الطاقة المستغلة الانتاج الفعلي والطاقة المستغلة الاثنين متساويين طيب لما نيجي نقول والله مثلا مصنع بطاقته ألف وحدة لكن ما أنتاجش أو الانتاج بتاعه تمنمية فالفرق بالاثنين ده الفرق بين الألف والثمنمية بيسموها طاقة احتياطية بيسموها طاقة احتياطية إذن إيه هي الطاقة الاحتياطية الطاقة الاحتياطية هي الفرق بين الطاقة القصوى والانتاج الفعلي أو الفرق بين الطاقة القصوى والطاقة المستغلة فذاللي بنسميه الطاقة الاحتياطية طب إيه اللي بيخلي الشركات تحتفظ بطاقة احتياطية الشركات بتحتفظ بطاقة احتياطية يعني ما بتشغلش كل طاقتها لعدة أسباب نخليها شوية كده يعني لو هو بينتج طاقته القصوى 1000 أنتج 800 يبقى إذن الطاقة المستغلة 800 الانتج 800 نسبة الطاقة المستغلة لما نقسم 800 على 1000 يبقى 80% يبقى فيه 20% هو فرق العشرين في المية فرق دول يسموهم طاقة احتياطية ليه بيحتفظ بطاقة احتياطية بنحتفظ بطاقة احتياطية علشان لو زاد الطلب نقدر نزود الإنتاج ونواجه هذا الطلب وعلشان فيه فترات بيبقى فيها ذروة الطلب وفيه فترات الطلب فيها بينقفض فإحنا لما بنجي نحدد الطاقة زي ما حنتكلم بنحدد الطاقة على أساس الطاقة القصوى اللي هو فترة الذروة ولكن مش شرط دايما أنه نصل للطاقة القصوى فإذا إحنا بنحتفظ بطاقة احتياطية لإشباع الطلب أثناء فترة الذروة الحاجة الثالثة إحنا بنحتفظ بطاقة احتياطية علشان لو المنشأة أو الشركة أو المصنع اللي بيعمل بالقرب من الطاقة الكاملة بتبقى التكاليف عنده عالية ليه التكاليف عنده عالية؟ أسباب المختلفة عايز خامات عايز خامات كثيرة عايز عمالة ماهرة عايز إعدادات عايز تخطيط جيد وبيترتب عليه زيادة في التكاليف فعشان كده نحتفظ بطاقة احتياطية من أجل خفض تكاليف الإنتاج وإحنا هنشوف النقطة تية بعد شوية الحاجة الثالثة إحنا بنحتفظ بطاقة احتياطية عشان نحسن جودة الخدمة أثبتت التجارب أن المنشأة اللي بتعمل بالقرب من الطاقة الكاملة بيبقى عندها استواجدها منخفضة لهذه الأسباب إحنا بنحتفظ بطاقة احتياطية بنحتفظ بكام طاقة احتياطية؟ الحجم الذي يحتفظ به كطاقة احتياطية ألوالله الأمر يختلف إذا كانت المنشأة بتعمل في صناعة كثيفة رأس المال أو صناعة كثيفة العمالة كثيفة كثيفة يعني كتيرة كثيفة رأس المال يعني صناعة بتعتمد على الآلات أو على التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا الحديثة ولا تعتمد كثيرا على العمالة التكنولوجيا الحديثة مكلفة أو بتحتاج إلى أموال كثيرة عشان كده بنسميها صناعة كثيفة رأس المال فإذا كانت المنظمة تعمل في صناعة كثيفة رأس المال فيجب أن يكون حجم الطاقة الاحتياطية كبيراً قال والله لأن كل ما كبرنا كل ما كبرنا كل ما كبرنا الطاقة الاحتياطية كل ما بيقل العائد كل ما بيقل العائد ففي دراسة معمولة وجد أن العائد على رأس المال كان 17% لما كانت الطاقة الاحتياطية اللي محتفظين بيها في حدود 15% بينما لو احتفظنا مثلاً بـ 30% بنجد أن العائد 7% قل عشان كده في المنظمات اللي كثيفة رأس المال يبقى حجم الطاقة الاحتياطية حجم الطاقة الاحتياطية يجب أن لا يكون طيب وعشان كده الحجم اللي بنحتفظ بيه ده كطاقة احتياطية يعني له عدة استراتيجيات له عدة استراتيجيات قدامنا ثلاث استراتيجيات فيه استراتيجية اسمها استراتيجية محاولة عدم النفاذ وفيه استراتيجية اسمها استراتيجية إقامة طلب إقامة آسخ طاقة تشبع متوسط الطلب وفيه استراتيجية اسمها استراتيجية تعظيم نسبة الطاقة المستغلة محاولة عدم النفاذ عدم النفاذ كلمة عدم النفاذ يعني ما يخلصش إيه هو اللي ما يخلصش الحاجة اللي بنقدمها فيه طلب العملة الزباين بيجوا يطلبوا فإذا كان عندنا بنقدر نديهم إذا كان ما عندناش يبقى اسمها نفدت من عندنا فاستراتيجية محاولة يبقى احنا حاكتينها ما نقدمه والطلب فإذا كان الزبون جاي يطلب قلنا نموفيش يبقى في هذه الحقلة نفاد نفاد لإنه احنا مش قادرين نديلك مش قادرين نديلك لإن طاقيتنا ما عندناش ما عندناش إمكانيات نشغلك ما عندناش إمكانيات نقدم لك فالاستراتيجية دي اسمها استراتيجية محاولة عدم النفاد وفي هذه الاستراتيجية الطاقة اللي هي القدرة على الإنتاجية أكبر من متوسط الطلب يعني ممكن الطلب يكون 100 أو ممكن الطلب يكون 80 لكن طاقت 100 فالطاقة أزيد من متوسط الطلب وكلمة متوسط الطلب لإني قلت إنه الطلب ما هواش ماشي بمعدل ثابت بيزيد وبيقل فعموما الطاقة الطاقة اللي عندنا أعلى من متوسط الطلب يعني ييجي وقت إنه الطاقة تزيد عن الطلب زيادة كبيرة وييجي وقت إنه الطاقة على قد الطلب اللي هي فترة الدروة زي ما احنا قلنا يعني باختصار إنه الطاقة أعلى من متوسط الطلب ولما الطاقة أعلى مثلاً 100 متوسط الطلب 80 هتبصت تلاقي فيه فرق الفرق ده هو الطاقة الاحتياطية الطاقة في 100 نقص 80 يطلع الطاقة الاحتياطية رقم موجب اللي هو 20 وإحنا مين اللي هيمشي على الاستراتيجية دي أو إمتى تكون الاستراتيجية كويسة إنه دي إن أنا دايماً يبقى عندي طاقة احتياطية قال والله لو السوق فيها توسع فيها نمو فيها زيادة في الطلب في إذا كلما يزيد الطلب عندنا الطاقة طب يا عمي ما خلاص يعني لما يزيد الطلب بأبني مباني وتوسع من جديد قال لا لإنه تكلفة المباني والتشغيل لما عملها مرة واحدة لتكلفة المباني والتشغيل هتكون أقل من تكلفة نفاذ الطاقة فعشان كده أنا يعني لو جات الزباين وطلبت وقلنا لهم ما فيش حيثبونا ويروحوا الغرمة فإحنا حنخسر كتير بينما تكاليف المباني والتشغيل هتكون أقل من تكاليف الخسائر العمل اللي تركونا وراحوا لشركات أخرى استراتيجية دي سنسميها استراتيجية محاولة عدم النفاذ عدم النفاذ ودي زي ما قلت بتبقى مناسبة في الشركات التي تتميز بالنمو ليه؟ يعني اللي فيها في الأسواق التي تتميز بالنمو عشان كلما يزيد الطلب نقدر نواجه هذا الطلب لأنه في عمل أول ما تظهر عندهم الحاجة أو الرابع عايزين يوفروها على طول فتسمح باغتناس حصة أو نصيب من السوق قبل المنافسين وبعدين الطاقة العطلة عندنا ما منفيش خطر منها ليه؟ لأنه نحن بنقول هناك نمو يعني هناك توسع في السوق في الاستراتيجية التانية استراتيجية التانية أو نقول الاستراتيجية التالتة يبدو من الاستراتيجية التانية جاء بعد كده اللي هي استراتيجية تعظيم نسبة الطاقة المستغلة استراتيجية تعظيم نسبة الطاقة المستغلة اللي فاتت كانت الطاقة أكبر من الطلب لا الاستراتيجية دي الطاقة أقل من متوسط الطاقة أقل من متوسط الطلب أو يعني تزيد عنها زيادة بسيطة يعني مثلا الطاقة مثلا 100 الطلب مثلا 98 فتلاقي الفرق بسيط في هذه الاستراتيجية تكون الطاقة أقل من متوسط الطلب أو تزيد عنها زيادة بسيطة أو زي ما بنقول أنه الطلب 120 مثلا لكن الطاقة 100 فلما نيجي 100 الطاقة 100 نقص متوسط الطلب 120 فحيطلع بالسالب فالطاقة الاحتياطية في هذه الحالة قيمة أو سالبة الطاقة دي ده إمتى تنفع الحكاية دي تنفع الحكاية دي لما تكون زي ما احنا قلنا في الصناعات كثيفة رأس المال ولما تزيد تكلفة الطاقة تكلفة الطاقة اللي هي تكلفة الانشآت والمباني وإلى آخره تكون تكلفتها تكلفتها عالية عن تكلفة نفاذ المخزون وهذه الاستراتيجية بتركز على أن نحن نحاول استغل الطاقة في الوقت الحاضر تعظيم المكاسف في الأجهة القصيرة بس صعبها أنه لما يزيد الطلب ونقدرش نواجهه زي ما احنا قلنا فحيسبونا ويروحوا لغيرنا خصوصا إذا كان عند المنافس طاقة احتياطية يقدر لبيلهم طلباتهم الاستراتيجية التانية الاستراتيجية التانية أنه يزيد الطلب عن الطاقة نفاذ نفاذ يعني ما نقدرش ما نقدرش نوجه احتياجات الطلب الخمسين في المية أنه يزيد الطاقة عن الطلب يعني نفذ العطلين وفي كلتا الحالتين ستبقى لها تكلفتها وهنا دي بنتبقها إذا كانت تكلفة النفاذ تتساوى مع تكلفة زيادة الطاقة طيب عايزين نحسب أو نعرف إزاي نحدد مدام الحكاية مهمة بهذه الكيفية عايزين نعرف إزاي نحدد احتياجاتنا من الطاقة يعني ما نعمل مصنع ونعمل شركة ونعمل مصنع يكفي قد قال والله هنمر بعدة خطوات أول خطوة اللي هي تقدير الاحتياجات المستقبلية من الطاقة تقدير الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الخطوة الثانية اللي هي تحديد فجوة الطاقة تحديد فجوة الطاقة الخطوة الثالثة وضع الخطط البديلة لسد فجوة الطاقة الخطوة الرابعة تقييم البدائل واتخاذ القرار النهائي لما نيجي نشوف تقدير الاحتياجات المستقبلية من الطاقة تقدير الاحتياجات المستقبلية من الطاقة هنا بيتم تقدير الاحتياجات المستقبلية من الطاقة عن طريق أن احنا بنتنبأ بالطلب بس هنا نتنبأ بالطلب في الأجل الطويل وإحنا بنتنبأ بالطلب في الأجل الطويل كل ما بيزيد كل ما بيزيد الفترة بيكون فيه أخطاء في الطلب أخطاء في التنبؤ وإحنا لما بنتنبأ ما بنتنبأش بس بالطلب بنتنبأ بالطلب والإنتاجية والتغيرات تكنولوجيا لأنه ممكن المكان ده بعد شوية يظهر فيه حاجات أحداث فهنضطر نغيره ونجيب أحسن منه أو نجيب الأحداث وبنتنبأ بحالة المنافسة يعني الحاجة اللي بننتجها دي عليها زيادة في الطلب ولا عليها انخفاض إلى آخر وبعدين نروح نحول التنبؤات إلى وحدة قياس الطاقة المستخدمة ممكن الطاقة زي ما احنا شرحنا ممكن تقاس بعدد ساعات عمل آلي يبقى نروح نحول التنبؤات أو الطلب ده إلى ساعات عمل آلي عشان نقارن بينهم الخطوة الثالثة أو الثانية نحدد فجوة الطاقة الفجوة يعني الفرق ففجوة الطاقة هي الفرق بين الطلب والطاقة يعني لو فيه فرق بين الطلب والطاقة اسمها فجوة فإذا كان الطلب أكبر من الطاقة يبقى فيه فجوة وفي هذه الحالة يعني لو الطلب 120 والطاقة 100 يبقى الفرق 20 ينسميها فجوة الطاقة موجبة فجوة الطاقة تسوي الطلب ناقص الطاقة الحالية ولو كانت الشركة المنتج بتاعها بيمر على عدة عمليات وبالتالي عايزين نحسب عدد المكان لكل مرحلة من المراحل أو الطاقة في كل مرحلة من المراحل أو في كل عملية من العمليات في المنظمات الصناعية إذا كان المنتج يمر على عدة عمليات أو يحتاج لعدة مكونات فإن الفجوة تتحدد على أساس العملية أو المكون الذي به فجوة أكبر يعني إيه يعني مثلا لو عندنا المثال ده أنه يعني مطعم بيعمل وجبات غزائية المطبخ بيجهز الحاجة وبعدين بيقدمها للزباين فصالة الطاعم وهنا قدر الطاقة بتاعته بوحدات نقدية يعني المطبخ بيقولك والله أنا أقدر أعمل شغل بـ 800 ألف جنيه في السنة مثلا أو في الموسم أو في الأسبوع أي إن كان صالة الطعام تقدر تستوعب ما قيمته مليون وخمسين ألف جنيه المبيعات السنوية المتوقعة الحسابات دي المطبخ والصالة للعام طاقة دي للعام مبيعات السنوية المتوقعة للعام الحالي 800 ألف جنيه ويمكن للمبيعات أن تزيد خلال السنوات الخمسة القادمة كل سنة حزين على الأبلها بمقدار 100 ألف جنيه ما هي فجوة الطاقة المطعم السنة الأولى والسنة الخمسة السنة الحالية السنة الحالية اللي هي المبيعات السنوية المتوقعة للعام الحالي 800 ألف كل سنة حزين 100 ألف ما هي فجوة الطاقة المطعم في السنة الأولى والخمسة من بعد السنة الحالية هتكون كام دعا نشوف هذه الإجابة هتبقى بالشكل ده هذه الطاقة هو لمدة 5 سنة طيب عايزنا نحسب له للسنة الأولى وللسنة الخامسة فالسنة اللي فاتت كان 800 ألف السنة دي هتزيد عليها 100 هو بيقول هتزيد 100 هتبقى 900 ألف واللي بعدها 100 هتبقى مليون واللي بعدها 100 هتبقى مليون ومئة ألف واللي بعدها 100 هتبقى مليون ومئتين ألف واللي بعدها 100 هتبقى مليون و300 ألف وهكذا هذه فجوة طاقة المطبخ طاقة المطبخ كان المبيعات المتوقعة أو الطلب 900 ألف لكن طاقة المطبخ 800 ألف يبقى عنده فجوة يبقى عنده فجوة هيحصل نفاذ آسف طاقة المبيعات المتوقعة 900 ألف والطاقة 800 يبقى الفرق اللي هو 100 بينما في الحالة التانية 1.300.000 في الحالة الخامسة 800 حيطلع 500 لما نيجي نشوف فجوة صالة طاقة الطعام صالة الطعام تقدر تستعب زي ما احنا قلنا 1.500.000 1.500.000 اللي حييجي بس 900 يبقى إذن عندنا في هذه الحالة عجزة المرة اللي فاتت في الحالة اللي قبلها كان عندنا فائد وهكذا في الحالة الخامسة أنا عندي الطلب 1.300.000 لكن الطاقة 2050 فبالتالي في هذه الحالة في فجوة في فجوة يعني هنا الفجوة دي عجز هنا الفجوة ده زيادة في الطلب عن الطاقة هنا هنا ضع هنا هنا الطلب 900 لكن الطاقة 1050 فهنا عندنا طاقة عاطلة عندنا طاقة عاطلة فهو لما نيجي نحدد الفجوة بنااخد هنا 100 وهنا 150 بيقولك خذ الرقم الأكبر الرقم الأكبر مش الرقم المطلق دايما السالم حيبقى الأقل فإذاً حيطلع فجوة الطاقة هنا 100 لكن فجوة الطاقة هنا في حالة الخمسة دايما ناخد الأكبر اللي هي 500 دا اللي هو حساب فجوة الطاقة طيب لما يبقى عندي فجوة الطاقة في الأجل الطويل يعني الطلب في الأجل الطويل أكبر من الطاقة نتصرف إزاي قال والله الناس اللي بتبصت لاقي عليها طلب وزيادة وإلى آخره وتلجأ إلى شراء شركات أخرى قائمة أو تشتري مكان جديد أو تعمل تنشئ مصنع في مكان جديد أو تطور وتحدس الإمكانات القائمة تطور وتحدس يعني يجب أجلات تكنولوجية عشان يواجه Georgie او يروح يشغل عند حد تاني عشان يواجه هذا الطلب يعني ياخد الشغل يشغله عند مصنع عنده طاقة فائدة يشغلها بإسمه وبعدين ياخدها من المصنع دايما يروح يديها للعمين دايما كان هناك فجوة في الطاقة إذا كانت الطاقة هي اللي أكبر من الطلب الطاقة هي اللي أكبر من الطلب يعني في هذه الحالة عنده طاقة عاطلة أو عنده طاقة احتياطية نعمل ايه يعني انا عندي مصنع اياه يدري انتج مليون ما بنتجش بس غير 75 سبعمائة وخمسين الف يبقينا هنا في عندي اهو طاقة عاطلة 250 الف نتصرف فيهم ازاي قال والله نبيع بعض المكن ونتخلص من مخزون الخامات ونتخلص من العمال او نحول هالوظائف اخرى او خلل 250 دول كطاقة احتياطية وبيع المخزون واستغني عن العاملين او يجي ضيف منتج تاني في الفترة اللي فيها الطلب ده او المنتج اللي ببتدى الطلب عليه يضيف منتج تاني بداله عشان تستغل الطلب دي البدائل او الخطوة الثالثة اللي هي البدائل نبتدي نقيم البدائل يعني ايه نقيم البدائل نقيم البدائل يعني نشوف ايه البديء انا في كل واحد ذكرنا عدة بدائل نتصرف نعالج بها زيادة الطلب عن الطاقة او زيادة الطاقة عن الطلب كان عندنا في الاولانية اربع بدائل وعندنا في الثانية ثلاث بدائل اختار اي بديل قال نقيمها نقيمها يعني نشوف مزايا وعيوب كل بديل من البدائل والتقييم هنا كميا ونوعيا وفي التقييم الكمي احنا هنقيمها بفلوس باموال وده بنقول في الاجل الطويل والاجل الطويل المصاريف اللي احنا بنصرفها ما بنصرفهاش مرة واحدة بنصرفها عبر السنين او الايراد اللي جاي ما بيجيليش مرة واحدة با الايراد بيجيلي عبر السنين ما احنا بنقول في التقييم طويل الاجل فعشان كده نقدر التدفقات النقدية التدفقات يعني الأموال اللي حنصرفها في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة والخمسة والإيرادات اللي جاية في السنة الأولى والثانية والثالثة والربعة والخمسة فنشو نقيم التدفقات اللي داخلها والتدفقات اللي خارجها ونحسب القيمة الحالية لها ونشوف مين اللي هو أنسب بالنسبة لنا فده اسمه تقييم كمي تقييم كمي يعني بأرقام مش بس بنقيم الأرقام إنما بنقيم نوعي كمان يعني إيه يقول لك أول الله إذا فيه ناس مش هتقدر تواجه السوق فحتقفل فإذا نبقى إحنا وضعينا أفضل فهيبقى السوق قدامنا أكبر إيبهنا نتكلم عن المنافسة إحنا متميزين عن غيرنا سلعتنا أجود فحيقبل علينا العملاء فده إسمه لما نقيم المنافسة والجودة والتعديلات في الهيكل والموارات الإدارية إسمه تقييم نوعي تقييم نوعي أنا ناخد بريك وبعدين بعدين نكمل تكلم دلوقتي عن التحليل الاقتصادي للطاقة إحنا تكلمنا عن إزاي نقدر مستوى الطاقة المطلوب لما نيجي ننشئ مصمع أو ننشئ منظمة جديدة فبعد ما بنقدر مستوى الطاقة بيواجهنا سؤال صوى الطاقة اللي احنا قدرنا ده لو كنا ننشئ مصنع نعمل مصنع واحد ولا عدة مصانع طب وراء كان عدة مصانع طب طاقة كل مصنع كام اللي بيبحث في الموضوع ده التحليل الاقتصادي للطاقة وعشان كده الإجابة على هذين السؤالين نقدر نعرفها من خلال العلاقة بين حجم الطاقة وتكلفة الوحدة تعال نشوف مثال عن العلاقة بين حجم الطاقة وتكلفة الوحدة فيما يلي بيان التكاليف المتغيرة الإجمالية عند حجوم انتاج مختلفة والتكاليف المتغيرة الإجمالية واحنا كنا شرحنا قبل كده واحنا نتكلم عن تعادل التكلفة المتغيرة الوحدة والتكلفة المتغيرة الإجمالية ادي حجم الانتاج بالوحدة عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاتين أربعين وادي كانت التكاليف المتغيرة لحجم الانتاج عشرين بيتكلف تكاليف متغيرة يعني عمل وخامات التكلف متغيرة 52 جنيه في حالة 25 جنيه 67 في حالة 30 جنيه 90 في حالة 35 جنيه 122 في حالة 40 جنيه 67 ومثال لغرض تعليمي مش مثال واقعي افتراض انه التكلفة الثابتة كانت 100 جنيه طبعا مثال بسيط ما هو حجم الانتاج الذي يجعل تكلفة الوحدة اقل ما يمكن على كده نشوف مع بعض ادي الحجم 20 25 30 35 40 وادي التكلفة المتغيرة اللي كان مديها لي وادي تكلفة السابتة السابتة في الكل ها هنروح نحسب تكلفة الوحدة المتغيرة فبنسب 52 على 100 52 على كمية الانتاج اللي كانت لهذا الرقم كانت 20 يبقى 52 على 20 هتطلع تكلفة الوحدة 62 من 10 تكلفة المتغيرة 52 على 20 هيطلع 62 من 10 67 على 25 هيطلع 22 من 10 90 على 30 هتطلع 3 122 على 35 هتطلع 3.5 167 على 40 هتطلع 24 من 10 فهذا ده تكلفة المتغيرة الإجمالية ده تكلفة الوحدة أنا اسمت التكلفة المتغيرة الإجمالية على حجم الانتاج فداني تكلفة الوحدة نفس الكلام هنقسم التكلفة السابتة هنقسمها على حجم الانتاج حيديني تكلفة التكلفة السابتة للوحدة يعني 100 على 20 ستطلع 5 100 على 25 ستطلع 4 100 على 30 ستطلع 3 و 3 من 10 100 على 35 ستطلع 2 و 9 من 10 100 على 40 ستطلع 2 و 5 فباللاحظ أن التكلفة السابتة سابتة ما في ظل تغير حجوم الإنتاج المختلفة لما نقسم السابت على حاجة بتزيد فنصيب تكلفة الوحدة بتقل تكلفة نصيب الوحدة من التكلفة السابتة بقل 5, 4, 3 و 3 من 10 2 و 9 من 10 2 و 5 لكن لما نجي نشوف نصيب الوحدة من التكلفة المتغيرة سنلاقيه بيزيد بيزيد ليه سنقولك بعد شوية ليه بيزيد هذه التكلفة إذا نجمع تكلفة الوحدة المتغيرة مع نصيب الوحدة من التكلفة السابتة ستطلع هنا الوحدة 7 و 6 من 10 ستطلع هنا 6 و 7 من 10 هنا 3 و 3 من 10 سيطلع 6 و 3 من 10 هنا 3.5 مع 2 و 9 من 10 سيطلع 6 و 4 من 10 هنا 4 و 2 من 10 و 2 و 5 من 10 سيطلع 6 و 7 من 10 فباللاحظ أنه أقل تكلفة للوحدة عند 30 يعني لو كان حجم الإنتاج 30 هتطلع إجمال التكلفة المتغيرة 90 طبعاً والتكلفة السابتة 100 هتطلع نصيب الوحدة من التكلفة أو الوحدة هتكلفني 6 و 3 من 10 وده اللي هو أقل تكلفة ممكنة يعني قبلها في زيادة وبعدها في زيادة فده بيسموه الحجم الأمثل أو بيسموه مستوى الإنتاج الأمثل مستوى الإنتاج الأمثل اللي هو 30 وحدة لأن تكلفة الوحدة هتكون أقل ما يمكن أو ده بيسموه أحسن مستوى تشغيل معلش هنا العنوان ما هواش مزبوط هو هنا المفروض العنوان يبقى العلاقة بين حجم الإنتاج وبين تكلفة الوحدة زي ما قلت بنستنتج أنه حجم الإنتاج اللي يديني أقل تكاليف ممكنة للوحدة هو 30 وحدة والتكلفة الوحدة زي ما قلنا هتبقى 6 و 3 من 10 كل ما بيزيد حجم المصنع بتقل لتكلفة لتكلفة الوحدة والحجم اللي عنده تكلفة الوحدة أقل ما يمكن ده منسميه 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 الحجم الأمثل للإنتاج يقول لك الشرح ما يليه المصطلحات التالية الحجم الأمثل للإنتاج الحجم الأمثل للإنتاج والحجم الذي عنده تكون تكلفة الوحدة أقل ما يمكن طيب ليه بتقل تكلفة الوحدة كل ما يزيد حجم المصنع السبب قال والله بتقل تكلفة الوحدة كل ما يزيد حجم المصنع لعدة أسباب زي ما احنا شفنا التكلفة ثابتة عشان هي ثابتة للإجمال فكل ما يزيد العدد بنوزع التكليف السابطة زي ما قلت على عدد كبير من الوحدات فنصيب الوحدة بقل السبب الثاني كمان تكلفة الوحدة المتغيرة بتقل مع زيادة حجم المصنع ليه قال بنشتري الخاملات بكميات كبيرة فناخد خصم كمية وممكن برضو نقلل تكليف الشحن فعشان كده نصيب الوحدة من التكليف المتغيرة بتقل الحاجة الثالثة لما يكبر حجم المصنع بنستخدم تكنولوجيا حديثة ونحل رأس المال محل العمل أو نحل الآلات محل العمل فده بيؤدي الى انه الانتاج يزيد بكميات كبيرة ونوزع زي ما قلت النتيجة لزيادة تكليف السابطة على عدد كبير والشراء بكميات كبيرة فتكلفة الوحدة بتقل فده السبب الثالث اللي بيؤدي الى انخفاض تكلفة الوحدة مع زيادة حجم المصنع الانخفاض اللي بيحصل في تكلفة الوحدة مع زيادة حجم المصنع بنسميها وفورات الحج اشرح المصطلحات التالية وفورات الحجم وفورات الحجم والخفض الحادث في تكلفة الوحدة نتيجة زيادة حجم المصنع او حجم الانتاج لأنه والأسباب اللي بتؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدة لكن مش دايما كل ما نزود حجم الانتاج زي ما احنا شوفنا في المثال بتقل تكلفة الوحدة لا احنا عندنا حجم معين لو قللنا عنه تكلفة الوحدة تطلع علي لو زودنا عنه تكلفة الوحدة تطلع علي عشان كده الحجم ده الحجم الأمثل للمشروع والحجم الأمثل للمصنع أو الحجم الأمثل للإنتاج رغم أنه بيديني أقل تكليف للوحدة لكن بعد حد معين تبص وتلاقي يعني إيه اللي بيخليها تزيد زي اللي أناس قلتلكوا عليه من شوية أنه هنعمل مصنع عشان يستفيد من انخفاض تكلفة الروح ده نروح نعمل مصنع حجمه كبير فالمصنع حجمه كبير المصنع ده ممكن يكون في منطقة متوسطة فلما ننقل للأطراف هتزيد المسافة النقل من المصنع إلى أبعد مكان فهتبص وتلاقي تكليف النقل زادت بينما لو عملنا مصنعين بدل مصنع واحد هنبص تلاقي تكليف النقل هتقل وأنا شوفت في دراسة كنت بعملها شركة بيبسيكولا كان عندها زمان في الستينات مصنعين في بيبسيكولا اتنين في القاهرة وكان عندهم اتنين اعتقد برضو او واحد مش فاكر في اسكندرية فكان المصنع بتاع القاهرة كانت الزائجة المالعزية بتبع برش ونص فكان بينقل من القاهرة يود المينيا بينقل زي ما تكلمنا في الموقع بينقل السندي بينقل الموية وكان بينقل من القاهرة يود المينيا كان يكسب في السندوق الواحد اللي هو 24 ازازة كان يكسب في السندوق جنيه ونص وبالتالي ما هياش العملية مربحة يعني آآ 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 كان يكسب في السندوق ارش ونص فدي اللي هي تكالير اللي انه لما تكبر حجم المصنع يعني معناها ستعمل مصنع كبير في مكان واحد فلما تيجي تنقل الأماكن البعيدة هتحمل تكاليفنا الكبيرة الحاجة التانية انه آآ انه لما يكبر حجم المصنع في مكان معين هيبقى في المستوىات الإدارية متعددة وهيكل التنظيم كبير فعناشا نعود يحصل التواصل بين الناس بعضها مع بعض ده في اجتماع ده مش عارف مسافر ده مش عارف فده يؤدي إلى صعوبات في الإدارة يؤدي إلى صعوبات في الرخابة يؤدي إلى صعوبات في التنسير فده بينعكس أثره في شكل ارتفاع ده هي مسوق الحجم وعشان كده زي ما احنا بنقول والله قادي الحجم الأمثل ارى شكرا محور لوفق حجم الإنتاج كلما انكبر حجم الإنتاج كلما انكبر حجم الإنتاج ندخل التكليب الوحدة متل الحجم الأمثل هنا هون الحجم الأمثل اللي عنده تكلفة الوحدة أقل ما يمكن لو كبرت عن كده التكليف حتزيد زي ما احنا قلنا من شوية وعشان كده مع زيادة الحجم تقل تكلفة الوحدة حتى تصاصل إلى الحجم الأمسل للأسباب اللي احنا قلناها أي زيادة عن الحجم كده ترتفع التكليف للأسباب اللي قلنا عليها صعوبة التنسيق والاتصال والرقابة والارتفاع تكليف النقر الزيادة اللي بتحصل في تكلفة الوحدة مع زيادة حجم الانتاج بعد الحجم الأمسل اهو تكلفة الوحدة عتزيد ده بيسموها مساوئ الحجم مساوئ الحجم ليس شرح المصطلح التالي مساوئ الحجم مساوئ الحجم هي الزيادة الحادثة في تكلفة الوحدة في حالة زيادة الانتاج بعد الحجم الأمسل وبنرسم له هذا الشكل ده اللي هو العلاقة بين الحجم الأمسل وتكلفة الوحدة بنستخدم هذه الفكرة فكرة الحجم الأمسل لما نجي نعمل توسع عندنا مصنع نعمل توسع أو ننشئ فرع جديد نستخدم فكرة الحجم الأمثل في اتخاذ قرار التوسع زي ما احنا قلنا ولذلك بيواجهنا سؤال طيب احنا لو عايزين نعمل توسع ما هو الحجم الأمثل للمصنع والحجم الأمثل للمصنع ده نعمله مرة يعني نعمل مصنع مرة واحدة نعمل مصنع كبير مرة واحدة ونرايح نفسنا ونبني من الأول خالص يعني زي ما احنا قلنا هناك نخلي فيه طاقة احتياطية كبيرة ولا ننتج على الآد ولما يزيد الطلب نبقى نعمل توسعات ونبني من جديد يعني نعمل مصنع دفعة واحدة ونرايح نفسنا ولا توسع تدريجيا كل واحدة منهم لها مزاياها ولها عيوها فالتوسع التدريجي المصنع اللي بننشوه من الأول بيكون أكبر من الطلب يشبع آسف في التوسع التدريجي المصنع اللي بننشوه بيشبع الطلب الحالي ولما يزيد الطلب نبتدي نعمل توسعات عشان نواجه هذه الزيادات وده بيديني المزايا التالية والله لو احنا كنا تنبأنا وتنبأت بطاعتنا طلعت ما هيش مزبوطة فنقدر نوقف برنامج التوسع لأن احنا لسه ما اتخذناش قرار بالتوسع لأن احنا دلوقتي اللي عندنا دلوقتي بيشبع الطلب الحالي فانا لقيت كنت عامل حساب ان الطلب هيزيد مزادش بقى خلاص مش هيحصل لها هذا التوسع وبالتالي ما بنستثمرش استثمارات ضخمة عالية وبنريح نفسنا لكن ان شاء مصنع ضخم من اول مرة برضو ليه مزايا ايه مزايا ان كل شوية بيزيد الطلب تعمل توسعات وتبني وتتكلف فالاستثمارات هتبقى عالية خصوصا في ظل التضخم خصوصا في ظل التضخم وفي نفس الوقت لما تعمل مزايا ضخم من اول مرة اكبر من الطلب اي طلب يجي لك هتقدر توجه وبالتالي مش هتخسر عملائك ويجنب خطر ضياع او فقط بعض الفرص اذا كان الطلب اكبر من الطاق طب نختار مين بقى التوسع التدريجي ولا التوسع دفعة واحدة قالوا والله ده بيتأثر بعدة عوامل منها طبيعة المنتج يعني ايه طبيعة المنتج قال اذا كان المنتج ناضجا يعني ايه المنتج ناضجا هو اصل المنتج ليه دورة حياة الاول بيبقى طلب عليه قليل لانه مش معروف والمبيعات قليلة والتكاليف عالية وبعدين لما يتعرف ويشتهر يزيد عليه الطلب ونعمل من فيه تحسينات فيزيد الطلب اكتر الى ان تتشبع السوق ويستقر الطلب فهذه المرحلة دي بنسميه منتج ناضج وخلاص الطلب مش هيزيد اكتر من كده فاذا كان المنتج ناضج وزو طلب مستقر ونقدر نقدره من الاول يبقى نعمل المصنع ضخم من اول مرة لكن اذا كان المنتج جديد وهوش معروف وهوش حتى المواصفات مش مستقرة لا لنعمل المصنع تدريجي لانه منقدرش نعرف ايه اللي عايحصل النقطة الخامسة توقيت التوسعات او زيادة الطاقة وهنا عندنا استراتيجيتين لتوقيت التوسعات فيه استراتيجية اسمها استراتيجية التوسعية وفيه استراتيجية اسمها استراتيجية الترقب استراتيجية التوسعية دي يعني تتماشى مع انشاء مصنع كبير من اول مرة استراتيجية الترقب تتماشى مع التوسع التدريجي فالاستراتيجية التوسعية بهذه الاستراتيجية التوسع قبل الطلب يعني نعمل مصنع كبير من الأول يعني الطلب طلب 100 أنا أعمل مصنع بـ 150 يبقى فيه 50 وحدة احتياطي ففي هذه الاستراتيجية تكون الطاقة الاحتياطية موجبة الشركات اللي طبق هذه الاستراتيجية بيسموها استراتيجيات تقود السوق لأنها بتبني طاقة تفوق حاجة السوق وبالتالي هي بتحتكر السوق تحتكر السوق ومحدش تاني حيفكر يدخل وبتمنى منافسين من الدخول زي كده اولاستراتيجية احنا احنا ادي الطاقة بتاعتنا هيا لكن شوفوا الطلب الطاقة أكبر من الطلب فعندنا طاقة عاطلة الجزء ده ادي الطاقة ودي الطلب فعندنا طاقة عاطلة اول ما خلاص يجي يتساو يروح بقى يعمل التوسعات 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 شوف التوسعات اهي توسع توسع لكن الطلب اهو توسعات وبعدين قادل الطلب فاتبص تلاقي عندنا دايما الطاقة اللي هي بالاحمر ده اكبر من الطلب فدايما فيه عندنا طاقة احتياطية اللي الفرق بين الاحمر والسود ده طاقة احتياطية نحتفظ بيها لمواجهة الزيادة في الطلب او نحتفظ بيها كطاقة احتياطية الاستراتيجية دي الترقب دي مشهت مع التوسع التدريجي في هذه الاستراتيجية ما نتوسعش الا بعد ما نتأكد انه فيه طلب لما نشوف فيه طلب وخلاص واصبع طلب مستقر وما هياش فورة وبعدين مش هتتكرر مرة تاني لا ده خلاص ده الطلب يعني اصبح نامي ومؤكد بدرجة كبيرة في الاستراتيجية دي الاستراتيجيات اللي الترقب مستنية لغاية لما يكبر الطلب وبعدين تتوسع اللي فاتت استراتيجيات توسعكم اللي بنسميها قيادة السوق او اللي بيتتبعها بنسميه قائد السوق الاستراتيجية لا هو ما بيش هو ما فيها قود السوق هو ماشي وراء القائد اتباع القائد في هذه الاستراتيجية تكون الشركة على استراتيجية اتباع القائد وتتحمل المخاطر ايه المخاطر اللي بتتحمله اللي هي مخاطر انه ضياع بعض الفرص البيعية منه في هذه الاستراتيجية الطاقة الاحتياطية لو ممكن تطلع قليلة او السالب يعني يطلع ايه بالسالب يعني الطلب الطلب أكبر من الطاقة مزاياها الاستراتيجية دي حذرة وانه اللي بيخليها حذرة ومستني لما الطلب يستقر انه ممكن تحصل تغيرات تكنولوجية في المكان او في المنتج نفس اللي بينتجو فلو في المكان وبعدين جبنا مكان وصرفنا عليه دم قلبنا وبعدين روح ايه يحصل زور حقالات احدث طب والمكان اللي عندي ده بعدما اتصرفت عليه فأصبح متقادم فلما جهتخلص منه هتخلص منه بأسعار رخيصة واجب مكان جدي بأسعار عالية فالتكاليف بتبقى مرتفع فهو هنا بيتلافع مثل هذه المخاطر وفي نفس الوقت انه في استراتيجية التوسعية انه المنافسين لما يلقوني بعمل توسعات فده بيصير لديهم ردود افعال ممكن ردودة افعال تبقى غير مرغوبة استراتيجية الترقب بهذا الشكل شوف ادي الطاقة بينما ادي الطلب شوف الطلب اكبر من الطاقة الطلب اكبر من الطاقة خلاص بقى شوف يعني هو الفرق كبير وخلاص الطلب مستقر فيروح يعمل ايه؟ توسعات هو لما عمل توسعات برضو الطلب اكبر من الطاقة يعمل توسعات طلب اكبر من الطاقة الطلب بالاسود والطاقة اللي هي اللي هي بالاحمر فعشان كده دايما الطلب اكبر من الطاقة دي اللي هي اللي هي زي ما احنا قلنا استراتيجية توقيت التوسعات او زيادة الطاقة وقلنا فيه استراتيجيتين استراتيجية التوسعية والاستراتيجية التانية اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي اللي هي قلنا عليها ايه استراتيجية التراقب استراتيجية التراقب طيب واذا نستخلص من كده اللي بيخلينا ندرس هذه النقاط انه عايزين نبحث في الحجم الامسل من مصنع كام والحجم الامسل للمصنع ده نعمله مرة واحدة ولا نعمله تدريجي زي ما قلت وهو كل الفكرة انه هو بيبحث في الحجم الامسل لانه زي ما شفنا انه كل ما زاد حجم المشروع الى حد معين تكلفة الوحدة بتقل وده الموضوع ده مهم لانه كانت زمان المنافسة الناس بتنافس قبل 1070 كانت المنافسة كانت المنافسة على اساس التكاليف لكن احنا قلنا لما هنزود حجم المصنع عن الحجم الامسل التكلف حتزيد نتيجة ارتفاع تكلف النقل والاتصال والتنسيق والرقابة في التكلفة الادرات كانت الشركات تتحمل مثل هذه المخاطر في سبيل انه تكلفة الوحدة بتكون قليلة لكن بعد 1970 ما بقيتش الناس ما بقيتش الظروب بهذه الكيفية ما بقيتش المنافسة على اساس التكاليف بس لم تقتصر المنافسة على اساس التكلفة بدل الحاجة لم تقتصر المنافسة على اساس التكاليف لكن لا يعني في ناس بتنافس انا سلعتي ارخص لو لقيت ارخص مني خد منه لكن في ناس لا ما بتدورش على الرخص في ناس انا عايز حاجة كويسة بغض النظر عن 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 تكلفتها بس اعمل لي حاجة كويسة ما يهمتش التكاليف في ناس اعمل لي اللي انا عايزه مش عايز حاجة نمطية زي اللي في السوق في ناس انا عايزها دلوقتي في ناس لهم خدمات عايزين نحققها ما بينش المنافسة على اساس التكلفة تكلفة مش الحاجة انما اضيفت عوامل اخرى للمنافسة اللي هي الجودة والمرونة والسرعة والخدمة الى اخوة الاضافة ايضا الى انه حصل تغير تكنولوجي في دورة سرعة التغير التكنولوجي خفضت دورة حياة المنتج دورة حياة المنتج احنا قلنا دورة الحياة كل حاجة في الدنيا لها دورة حياة ودورة الحياة بتبدأ يعني مثلا انسان تبدأ ميلاد ثم طفولة ثم شباب ثم شخوخة ثم كهولة ثم شخوخة ثم وفاء كل واحد مننا بيمر بهذه المراحل فاذا كانت لما تبقى كل واحد بيمر بهذه المراحل بيسموها دورة فالدورة هو التي هتكرر باستمرار دورة الحياة اللي انا قلتها اللي هي ميلاد ثم طفولة ثم شباب ثم كهولة ثم شخوخة المنتج له دورة حياة اللي هو فكرة وبعدين نبتدي ننتج منتج نطرحه في السوق وبعدين يبتدي ينمو وبعدين يرحل لمرحلة التشبع وبعدين يصل الى مرحلة التدهور والانقراض من السوق فدي دورة حياة المنتج الزمان لما كنا ننتج منتج كانت دورة الحياة بتاعته طويلة يعني لما في الآلة الكتبة لما اخترعت فضلوا الآلة الكتبة ما فيهاش تعديل لمدة 100 سنة لغاية لما ظهر الكتابة بالكمبيوتر وكانت العملية في الآلة الكتبة القديمة لأكون استنسيل ونحصل خطأ نجيب نعمل تصحيح بالكوريكتور وبعدين مش عارف ايه فكرة العملية متعبة فلما ظهر الكمبيوتر تكتب وبعدين بعد ما تكتب لقيت خطأ اتصلح مش زي في القديم استنسيل والكوريكتور والتصحيح لأتصلح على الكمبيوتر وبعدين نطبع وبعدين بعد كده دلوقتي بقيت بقى الكتابة عن طريقه اللي هي ان مجرد حتى بالتمليئة والناس تكتب اللي هي عايزة تكتبه خفض دورة حياة فسرعة التغيير التكنولوجي قدى الى خفض دورة حياة المنتج يعني ايه يعني بقول الماكنة الكبنة فضلت 100 سنة لكن بعد كده حدث تطورات سريعة او مثال او مثال مثال اخر كلنا نعرف التقدم اللي حاصل في تكنولوجيا الاتصال زمان التليفون اللي في المكان الثابت واللوحد عايز يتصل فكان يروح للتليفون ويطلب التليفون للطرف الاخر فيرد عليه لكن ايه فلط في مكان ما فيهوش تليفون فصعب الاتصال به عشان كده جد فترة والفترات اخترح حاجة اسمها البيجر البيجر ذا هو عبارة عن جهاز في جيبك يتصل بيك بيتصل بيك فيطلع لك الرقم اللي اتصل بيك لكن ما هوش فيه تليفون زي التليفون المحمول دلوقتي البيجر ذا ما عادش سنة وبعدين ظهر التليفون المحمول فشوف البيجر يعني يا دوب مدته سنة وبعدين مات وانتهى وظهر التليفون المحمول او برضو عن طريق النهاردة لما مليجي نشوف الزمان لما كنا نحب نشوف فيلم ولا ما كنا نسجله ونعرضه على الجهاز اللي اسمه اسمه ايه المهم الجهاز دا ما عادش موجود دلوقتي ليه لانك ممكن تسجل على الكمبيوتر ممكن مش عارف تسجل على سيدي وبالتالي هذا الجهاز خلاص دورة حياته انتهت فسراعة التغير التكنولوجي خفضت دورة حياة المنتجات وقسس المنافسة تغيرت فعشان كده حكاية بقى انك انت تخفض التكاليف اللي كنت بتدور على الحجم الامثل عشان ترفع الخفض اللي بتتديك اقل تكلفة الوحدة ما عادتش بقى فابتدت الناس تعيد النظر في حكاية الحجم الامثل ومن هنا ظهر مفهوم اسمه المصنع المركز المصنع المركز ايه هو المصنع المركز المصنع المركز بيقولك والله شوف زمان المصنع كان عشان يصل الى الحجم الامثل عايز يستغل للطاقة وممكن ينتج عدة منتجات ويبيع في عدة اسواق ويبيع في عدة اشكال ليه ده كله عشان يصل للحجم الامثل المصنع المركز لا مصنع متخصص في صنع او انتاج شيء واحد او حاجات قريبة. ها? عشان ايه? عشان يقدر ينافس. ينافس بقى هنا بايه? عشان ينافس بالجودة ايه? عشان ينافس بالتكلفة ايه ينافس بالتكلفة او الامور الاخرى. ممكن في هذه الحالة يدي له اضاء افضل. وعشان كان من اول الف سمائة سبعين في ناس كتير تحولت لمفهوم المصنع. مش المصنع كبير الحجم لكن المصنع صغير الحجم. تعمل مصنع صغير يتخصص في صنع حاجة او حاجات قريبة او يخدم سوق معين. يخدم سوق معين. ومعنى يخدم سوق معين يعني مثلا انا منتج ملابس. مذا دا المنتج ملابس ملابس اطفال وملابس كبار وملابس رجالي وملابس نسائي. لا انا اتخصص في ملابس الاطفال. هنا السوق بتاعي الاطفال. السوق بتاعي للشباب السوق بتاعي النساء السوق بتاعي فهنا انا متخصص في سوق واحدة فازاي بيطبق المصنع المركز ده انه بيعمل مصنع صغير ويخدم منطقة معينة او يخدم فئة معينة من العملاء او زي المصانع اللي كانت زي مصانع السيارات تنتج المكونات وبعدين تجمعها لا خلا لا مصنع ينتج المكونات ومصنع ينتج ومصنع يخدها ويجمعها بدل ما كان هما الاثنين مصنع واحد اصبحوا مصنعين مصنع المكونات ومصنع التجميعات عشان ايه عشان يستفيد من مزال مصنع المركز طب حتى المصنع الكبير المصنع الكبير جوه تلاقيه متقسم متقسم لأقسام على حسب التخصص اللي هو متخصص فيه وتلاقي ده والله مش عارف ده بيركز على انه ينتج سلعة جيدة ده بيركز انه ينتج سلعة رخيصة وهم والاثنين ممكن يكونوا جوه المبنى ولكن مبنى واحد او ممكن يكون مفصلين عن بعض جوه المبنى الواحد ده اللي هي المصنع المركز المصنع المركز مصنع صغير وبالتالي المستواتي الادارية اللي فيه مش هتكون عالية هتكون قليلة وممكن يشتغل باسروف فرق العمل ومدام مصنع صغير في التواصل بين الاداريين بعضهم وبعض هتكون سهل وميسر وفرات الحجم تقود الى مصانع كبيرة الحجم المصنع المركز يحقق نفس المزايا ولكن يقود الى مصانع صغيرة الحجم اذا ما عدش نظرية الحجم الامثل للمشروع ونعمل مشروع كبير لا ممكن نعمل مشروع صغير زي ما احنا قلنا حددنا حجم المصنع وبنجي دلوقتي نشوف طيب عايزين نحسب نحدد الاحتياجات من الالات اللي هنجيبها كان مصنع صغير او كبير احنا ما ننساش احنا بنحدد عدد الالات علشان ننتج بيها ننتج بيها علشان نواجه الطلب المتوقع من العملاء الطلب المتوقع من العملاء ممكن يكون بانتج على حسب طلب الزبون او ممكن يكون دارس السوق وعارف احتياجات الناس المهم اللي هسلمه للعميل لازم يكون سليم وخالي من العيوب لكن انا لما اجي انتج على المكنة مش شرط مش كل الانتاج اللي بيطلع سليم بيطلع فيه سليم وفيه معيب فيه سليم وفيه معيب الصحيح المعيب ممكن يكون نسبته قليلة لكن عموما ده اللي بتنتجه المكنة فيه سليم وفيه معيب وكل وحدة منتج سواء سليم او معيب بتاخد زمن تشغيل على الآلة ولزلك انت كل ما تزود الانتاج سليم او معيب حيزيد وقت التشغيل الآلة وعشان كده لما نيحسب عدد الآلات مش بنحسب عدد الآلات للانتاج السليم اللي احنا سلموا للعملة لأ منتعشان تديج انتاج سليم حيطلع معاك عميب وعشان كده نحسب عدد الآلات على أساس حجم الإنتاج الإجمالي وليس السليم فقط لأن الإنتاج المعيب بيستغرق جزءا من وقت الآلة والآلة لما نقول المثل مش هتشتغل طول الوقت في المنتج الآلة بيبقى فيه بيبقى فيه وقت بيبقى فيه وقت ضايع ضايع في الإعداد تجهيز الآلة العمل تجهيز الآلة العمل يعني وقفة ما بتشتغلش يعني بنعدها للعمل فده وقت ضايع وممكن الآلة يحصل لها أعطال فده وقت ضايع فإذا كانت الآلة بتشتغل 100% لا فيه أعداد ولا فيه وقت ضايع بنقول كفائتها 100% لكن بيبقى فيه أعداد وفيه أعطال فعشان كده كفائتها مش هتكون 100% ولكن كفائتها هتكون أقل وبرضه لما نيجي نحسب عدد الآلات هو أنت عايز تحدد عدد الآلات المنتج اللي انت حتينتجه ده هيمر على مرحلة واحدة ولا هيمر على عدة مراحل مرحلة واحدة زي مثلا زي صور ورق فبنحط الورقة في مكان التصوير بتصور يبقى دي مرحلة واحدة لكن مصانع المياه الغازية لا ده بنقسل الآزايز وبعدين نفحصها وبعدين نعبيها وبعدين نفحصها فهنا هتكون تمر على عدة مراحل فلو كان في مرحلة واحدة زي ما كانت التصوير الخطوات كالتالي حدد الطلب المتوقع خلال الفترة المطلوب مننا تصويره هيكون كام وبعدين مننساش الطلب المتوقع ده اللي احنا متوقعين حنواجهه وحنشبعه هو ده اللي احنا حننتجه يعني الطلب المتوقع يصوى الانتاج السليم الخطوة التالية هو عشان نوصل للسليم حيطلع معيب السليم والمعيب هم الاتنين اسمهم الانتاج الإجمالي فلازم تبقى عارف نسبة المعيب كام عشان تقدر توصل للنسبة الإجمالية عشان تبقى توصل آسف للانتاج الإجمالي وعشان كده الانتاج الإجمالي هو الانتاج السليم على واحد نقص نسبة الفاقد وعشان كده حدد نسبة الفاقد نسبة الفاقد يعني انت انتاجت 100 المية دول طلعة فيهم عشر وحدات معيب يبقى 90 سليم يبقى 10 من الايجمالي 100 يبقى نسبة الفاقد 10 في المية واحد نقص ال10 في المية 90 في المية او 9 من 10 فتسم الانتاج على 9 السليم اللي انت عايزه على النسبة السليم او على واحد ناس نسبة الفاقد يدي لك الانتاج الاجمالي. الخطوة التالتة تقدر الزمن المعياري للوحدة ونقدرها ازاي بيبقى في دراسات معمولة تحاجس مدرسة الزمن والحركة ونقدر من خلالها نحسب الوحدة هتاخد زمن تشغيل تشغيل قدية على الالة. وبعدين نقدر كفاية الالة. كفاية الالة زي ما احنا قلنا اللي هو الوقت الالة التشغيل الالة. وقت التشغيل الاجمالي متشايل منه وقت الاعداد ووقت العطل. الباقي هو وقت التشغيل. فانقدر كفاية الالة. وانقدرها ازاي? كفاية تقدير كفاية الالة هو عبارة عن وقت الاعداد. تجمعه على وقت العطل. تقسمه على اجمال زمن التشغيل في اليوم او في الاسبوع او في الشهر او في السنة. اللي يطلع ده. اللي يطلع ده. اطرح اطرحه من الواحد. هتطلع اقل طبعا النسبة هتطلع اقل من الواحد فدي اسمها كفاءة الآلة تحسب عدد الآلات اللازمة للإنتاج عدد الآلات بتساوي زمن الوحدة بالدقائق في الكمية الإنتاج الإجمالية اللي احنا حسبناها في الخطوة 2 مقسومة على مقسومة على 60 دقيقة في الساعة في عدد ساعات تشغيل في الفترة إذا كان وردية واحدة أو وردتين في كفاءة الآلة كفاءة الآلة ممكن اللي هي يعني الوقت اللي هي تشتغله فعلا بتشال منه نسبة التوقفات للأعطال أو للإعداد تعالي نشوف مثال إذا علمت أن الطلب المتوقع هو 3000 واحدة من منتج معين يبقى ده الطلب المتوقع وفي نفس الوقت هو ده الإنتاج السليم وتبلغ نسبة الفاقد 5% يبقى السليم 95% وكان زمن الإنتاج الوحدة على الآلة 3 دقائق والآلة شغالة وردتين يومياً كل وردية 8 ساعات والآلة كفائتها 80% يعني بتشتغل 80% وفيه وقت أعطال أو وقت ضائع في الإعداد والأعطال 20% يبقى كفائتها 80% ما هو عدد الآلات المطلوبة؟ هنمشى على الخطوات السابقة أول خطوة أول خطوة إن إحنا هنحدد الطلب المتوقع خلال الفترة الطلب المتوقع هو الإنتاج السليم هو 300 واحدة نحدد نسبة الفاقد ومنها نحسب الإجمالي نسبة الفاقد زي ما بقول 5% يبقى الإنتاج الإجمالي هيساوي الإنتاج السليم اللي هو 3000 ل3000 دي على واحد ناقص نسبة الفاقد 5% عن 3000 على 95% هيطلع 3158 يبقى الإجمالي 3158 الـ 3158 هيطلع منهم 3000 سليمين و158 وحدة معيبة الخطوة اللي بعدها هنحسن الزمن المعياري هو مدهولي 3 دقائق وكفاية الآلة 80% وساعات التشغيل هنا الوردتين يبقى وردتين في 8 ساعات يبقى 16 ساعة مش 16 سلعة يبقى عدد الآلات اللازمة حيساوي عدد الآلات اللي هو 3 دقائق اللي هو الزمن المعياري في 3128 158 اللي هو الانتاج يعني 3158 ده الانتاج الإجمالي في زمن انتاج الوحدة يديني كلهم هياخدوا زمن قدي نقسمهم على 60 دقيقة في وردتين 16 ساعة يطلع زمن اليومي بالدقائق مضروة في كفاية الآلة 80% أو 8 من 10 حيطلع لما نقسم اللي فوق ده على اللي تحت هتطلع 12 و 3 من 10 آلة طبعاً ما فيش 3 من 10 آلة فبنرفعها إلى أعلى دايماً نرفعها إلى أعلى مهما كان قيمة الكاسر هتطلع 13 آلة ده في حالة إذا كنت الانتاج بيمر على مرحلة واحدة إذا كان الانتاج بيمر على مراحل متتابعة هنا على مراحل متتابعة مرحلة الأولانية تخلص صد المرحلة الثانية تخلص صد المرحلة الثالثة وهكذا لغاية ما يطلع منتج سليم وهنا دايماً زي ما احنا قلنا أي مكانة اللي بتنتجه ده الإجمالي الإجمالي في الجزء معي بيستبعد وفي جزء سليمي يروحي للمرحلة الثانية المرحلة الثانية هيطلع في جزء منها معي بيستبعد ويطلع جزء سليمي يروح للمرحلة الثالثة وهكذا فدائما الوحدات اللي هتتنقل من المرحلة الأولى للتانية للتالثة بلقيها بتقل بتقل ليه بسبب الفاقد فعشان كده الناتج من المرحلة معينة ينقسم لجزئين سليم ومعيب والسليم الورد للمرحلة التالية التي تقوم بتشغيلها وينتج منها وينتج منها معيب وسليم وهكذا والسليم الناتج من المرحلة الأخيرة هو اللي بنسلمه للعميل اللي بيسلم للعميل من المرحلة الاخيرة. عشان كده زي الشكل ده اهو شوف اهو ادي المرحلة الاولى اللي هي الدايرة دي انتاجت واده المرحلة التانية واده المرحلة التانية. المرحلة الاولى جزء من الانتاج سليم ده هيروح لمرحلة التانية وجزء معيب. هيستبعد. المرحلة التانية جزء منها سليم وجزء معيب. مرحلة التالية جزء منها سليم وجزء منها معيب. فعشان كده هتبسط لقي دايما الناتج اللي طالع في الاخر هيكون اقل من داخل في اول مرحلة وعشان كده لما نيجي نحسب نبتدي من اخر حالة نبتدي من اخر مكنة ودايما لما نقول السوق عايزة الف الالف دول اللي هما طالعين من المرحلة الاخيرة من المرحلة الاخيرة فدايما الطلب يساوي السليم الناتج من المرحلة الاخيرة او لما يقول السوق عايزة الف عايزة الف دول اللي هما حتطلعون للمرحلة الاخيرة لكن هاتفصت اللايلي داخل في الاول هيبقى كتير من الخمات فى عشان عاملين حساب التالف او معيب وبالتالى عند حساب اجمال الانتاج نبدأ من المرحلة الاخيرة والاجمال بتاع المرحلة الاخيرة هالمرحلة الاخيرة داخل لها اجمال هيطلع منها سليم ويطلع منها معيب طب الاجمال دى لو داخل المرحلة الاخيرة ناخده منين nữa هو السليم للمرحلة السابقة عندنا مثال يبلغ طلاب على احد المنتجات 300 وحدة يوميا وكان المنتج يمر على ثلاث مراحل متتالية وكانت البيانات المتاحة كما يلي هذه زمن تشغيل الوحدة 15-10-20 وزمن العطل بالدقيقة 80 دقيقة 90 دقيقة 40 دقيقة وهنا هذه وقت الاعداد بالدقيقة 16-30-8 وها هذه نسبة المعيب المرحلة الاولينية بيطلع منها معيب 6% مرحلة التانية 4% المرحلة التالتة 9% وهو عايز نجيب كام ما كان في كل مرحلة من المراحل فبنيجي ساعات التشغيل اليومي هو 8 ساعات يبقى 60 في 8 بنحسب كفاءة كل مرحلة بنحسب كفاءة كل مرحلة ازاي زي ما احنا قلنا كفاءة المرحلة واحد نقص وقت الاعداد زائد وقت العطل على زمن التشغيل فبالتالي في المرحلة الاولى هو المرحلة الاولى هو وقت الاعداد هو كان بيقول 16 وقت العطل 80 ف80 زائد 16 على على ايه على اللي هو زي ما احنا بنقول زمن التشغيل زمن التشغيل اللي هو الربعمية وتمانين اللي هي 60 في 8 اللي فوق دي اللي هي ربعمية وتمانين فلما نحسب الحسبة دي حيطلع المرحلة الاولى كفائتها 9 من 10 او 80 فالمية يعني بتشتغل 80 فالمية وبتعطل 20 في الاعداد وفي الاعطال وهكязه في المرحلة التانية 90 دا اللي هو وقت العطل و30 اللي هو وقت الاعداد على برضو 60 في 8 لانه دا اللي هو دا ساعات التشغيل اليومي حيطلع 75 في المية وهكذا في المرحلة التالتة هيطلع تسعين في المية وتسعة من عشرة حسبنا كفاءة المرحلة فنروح نحسب اجمالي الانتاج والجمال الإنتاج هبتدي من المرحلة الأخيرة اجمالي الانتاج من المرحلة الأخيرة فالانتاج ls legitimately زي ما احنا قولنا اللي هو عبارة عن السليم على 1 نقص نسبة التالح المرحلة التالتة اللي هي المرحلة الأخيرة 300 الانتاج السليم من ده اللي عايزين نسلمه اللي اتفاقنا معنا واللي بدأتنا من الآخر على واحد ناقص نسبة نسبة الفاقد الفاقد هو كان بقول 9% يبقى حياتنا تطلع الـ 330 330 دول منهم 300 سليمين و 30 معيب ناخد الـ 330 دول دول كان هم اللي داخلوا دول للمرحلة التالتة لكن اللي طلعوا سليمين 300 اللي دخلوا دول سليمين اللي دخلوا دول المرحلة التالتة هم أصلا كانوا جايين من المرحلة التانية فالإنتاج الإجمالي للمرحلة التانية اللي هو 330 دي 330 على واحد ناص أربعة من مية هتطلع 344 344 344 منهم السليم 330 ومنهم 14 اللي هم المعيب 344 دول الإجمالي اللي دخلوا للمرحلة التانية طلع منهم سليم 330 دي 330 طلع منهم معيب 14 طيب 344 دول اللي دخلوا للمرحلة التانية هم أصلا طلعوا من المرحلة الأولانية يبقى 344 على واحد ناقص نسبة الفاقد هيطلع 366 366 منهم 344 سليمين ومنهم 22 معيب حدد عدد الآلات عدد الآلات حنا اسم 15 اللي هو زمن انتاج الوحدة 356 دقيقة 366 الوحدات كلها تاعت مرحلة الأولى على 60 في 8 ساعات في الوردية في كفاءة الآلة 8 من 10 هيطلع 14 3 من 10 15 آلة وهكذا في الثانية تانية وهكذا في الثانية وهكذا في الثالثة بالشكل ده نكون حددنا اشتركوا في القناة